موسيقى إن مملكة البحرين تفخر بتحقيقها العديد من الإنجازات في مجال احترام وتعزيز حقوق الإنسان جلسة المراجعة الدورية الشاملة لسجل البحرين الحقوقي انتهت في مجلس حقوق الإنسان بجينيب واستتوقعات بتبني توصيات جديدة يوم الجمعة المقبل الخامسة من مايو النظام الحاكم في البحرين فشل في تسويق أكاذيبه على صعيد تنفيذ توصيات المراجعة السابقة التي صدرت قبل أكثر من أربع سنوات وقد ظهر ذلك جليا عبر مداخلات العديد من الدول الأعضاء في المجلس التي شخصت أهم الانتهاكات التي ارتكبتها السلطات وفي مقدمتها استئناف أحكام الإعدام والاعتقالات التعسفية واستمرار ممارسات التعذيب والتضييق على المدافعين عن حقوق الإنسان وإغلاق الجمعيات السياسية وإسقاط الجنسية تعسفا واستمرار سياسة الإفلات من العقاب إن بعض هذه المنظمات التي قدمت بعض التقارير إلى لجناتكم المقرة تفتقد المصداقية كما أنها ليس لها وجود على الساحة البحرينية وليس لها أي قبول هذه المراجعة الدورية شكلت بحسب حقوقيين بحرانيين فضيحة للنظام الذي فشل في خداع المجتمع الدولي بالرغم من الدعم الذي يحظى به من قبل بعض الدول الكبرى غير أن هذا النصر الذي حققه الحقوقيون البحرانيون على النظام في جنيب لن يغير من بوصلة الصراع في الداخل ليتحول إلى حقوقي مطلبي والحقوقيون كذلك يؤكدون من جانبهم على أن العمل الحقوقي وبرغم نجاحه ليس بديلا عن النضال الميداني في الداخل بل هو مكمل له وأن هذا النصر الحقوقي سيعزز من قناعة البحرانيين بعدالة قضيتهم وبنضالهم ضد هاب النظام الذي ينتهك أبسط الحقوق الإنسانية وهو ما يعني الاستمرار في خيار مقاومة النظام بالسواعد الثورية وحتى اشتثاثه من جذوره من أرض أوال يا خليفة ما كفتم لك يا خليفة ما كفتم لك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر